موسيقى صباح الخير لكل مشاهدي تشاريتي تيفي صباح الخير لمستمعي إزاية صوت المحبة يلي عم بيرفقونا ببرنامجنا الصباحي عهوى المحبة بحلقة جديدة مليانة من الفقرات من المواضيع من المستجدات يلي رح نكون عم نحكي عنا بها الحلقة لما عرفنا أنه فيه أسبوع كامل من الأمطار إلنا أكيد خير الشيطة نعمة إلا أنه عنا هو أكيد نأمة لكتر من اللبنانيين يلي إلن من ساعات الصباح الأولى بعجلة السير الطرقات فايدة بالماء حوادي السير مرعبة وطبعا هون فينا نقول أنه فيه استهتار من المواطنين بمقابل إهمال من الدولة تجاه الأمور الشيطة نأمة لكتار حاليا بعد ما يصلحوا بيوتهم ومنازلهم بعد الكارثة يلي صارت بالرابع من قيب انفجار مرفق بيروت ولكن من ضل متأمنين يكون هالموسم خير للجميع وتتحسن الأوضاع بالأسابيع المقبلة من ناحية تانية مشاهدين ومستمعين معاودين كل نهار تانين بيع هوا المحبة نكون مع بيئة من الكلمات الحلوة اليوم ما رح أتخلى عنها الإيجابية ولكن من الضرورة نصلت الضوء على موضوع كتير مهم صدقوني حوالة كتير غير نظرتي للموضوع إلا أنه كل الأخبار يوم عن يوم تشير إلى أنه الكائنات الموجودة بالصورة يلي رح تطلع قدامكم هلأ أخطر الكائنات على وجه الكرة الأرضية يطلق عليها اسم إنسان وهذا الصنف منتشر بكثيفة بمختلف أنحاء العالم ولا مرة الحديث كان بشكل عام في فرق بين كل شخص وشخص أكيد بس للأسف بالرغم من كل التوعية والثقافة لابد من أنه البعض من أصناف هالبشر خطيرين جدا للأسف عالمنا بحاجة ميسة وبشكل عاجل للإنسانية والضمير وللتذكير التوعية والثقافة واحترام الآخر بتبلش بالبيت والعيلة قبل المدرسة وقبل الكتب وهون دورنا اليوم بتشاري تي في وإذاعة صوت المحبة نكون عم نضوي أكتر على أهمية زرع الأرض بالمحبة من هون مثل كل نهارتانين منكون بجولة سريعة على أخبار وردت خلال نهاية الأسبوع وحلو أنه نكون عم نضوي علي احتفل العالم يوم أمس بعيد جميع الإديسيين ووسط إجراءات أمنية مشددة جمع الكاثوليك بمدينة نيس الفرنسية بمناسبة هالعيد للمشاركة بصلاة خاصة عن أرواح ثلاث ضحايا سقطوا بالاعتداء على كنيسة نوتردام تجارب أولية لفحص جديد لفايروس كورونا الطريق أمام إمكانية تشخيص هالفايروس خلال سوانة بدل سعاد وهالأمر من خلال التنفس بتواصل فرق الإنقاذ بتركيا البحث عن نيجين وسط حطام المباني بعد الزلزال يلي صار بإزمير وبلغ تقوطه 6.6 درجات وترك معه عدد كبير من الخسائر المادية والبشرية بلبنان أعلن وزير الصحة بحكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنه نحن نواجه تحدي جديد حاليا وهو الموج التاني من كورونا ولفت حسن إلى أن الوضع الكارثة مع بيكون في تجاوب من مستشفيات العاصمة وشدد على أنه فيه فتح لأقسام كورونا بيها المستشفيات غير متوفر لما رفعوا توصية بالأقفال منذ السابيع كان فيه الرفض وهو قال بحديثه أنه إلن الحق برفع الصوت والمطالبة بالأقفال بيها الإطار أصدر وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال بلبنان أرار بتعلق باستمرار أقفال بعض الكرة والبلدات بسبب ارتفاع إصابات كورونا وشمل الأرار 115 بلدة وقرية بالمقابل قالت نقيبة أصحاب المطاعم والمقاهي بلبنان أنه حظر التجول مساء عم بيضر بالكطاع والإقفال لازم يكون قبل الأعيد بالرغم من أنه انتهى شهر تشرين الأول أكتوبر المخصص التوعية حول سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر ولكن من الضرورة نكون عم نذكرك ونقلك أنه كل الفترة بالسنة لازم تنتبهي على صحتك وتعمل هذه الصورة الشعاعية لا تكون عم تنتبهي على حالك أكتر اليوم تشرين الثاني هو تذكار الموتى المؤمنين وهلأ مشاهدينا ومستمعينا مننتقل سوا لنكون عم نبلش فقرات حلقتنا من عهوى المحبة ترجمة نانسي قنقر